السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالمتابعين الكرام وعيد مبارك سعيد لكل العائلة ديال الكريمة كنت من الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال قبل ما نبدأ والإخوان كنت من منكم الدعم وتفعلوا مع هذا الفيديو بالضغط على الإعجاب وهو أمر الإخوان جد مهم بالنسبة للقناة لأنه كيساعد على الكلام ديالنا ينتشر وهات الشي كيساعد كذلك أن الدوباب الإلكتروني ما يقدرش يوصل الأهدف دياله اللي هي بطبيعة الحال أنهم يبلغوا على القناة ديالنا بلغات كذبة وبفضل الله وفضلكم بطبيعة الحال وفضل الدعم ديالكم الصوص ديالنا ما غديش يحبسوا دائما ودائما غدين بقاهم استمرين في الفضح ديال هذه المناورات ديال النظام العسكري الجزائري وكل مناورات وكل أعداء الوحدة الترابية على بركة الله غدين بدأوا صلب الموضوع غدين تكلموا الإخوان على الطاليان اللي خدت الغاز ملجارة اللي هوك وعطتها أكبر شمس العشية كذلك قد نتكلموا للموريطانيا موريطانيا اللي المغرب عاقبها عاقبها كتلعب الموراه موريطانيا اللي كتبين أنها محيدة أو أنها في الحياد ولكن هي عدوة مخفية للمملكة المغربية إحنا يا الإخوان كنعرفوا بلموريطانيا هي عدوة مخفية للمملكة المغربية وهذا هو الفرق اللي بنهأوا بالجزائر الجزائر كتبين العداء ديالها جهراً أما موريطانيا فهي موريطانيا المنافقة كتنفق المملكة المغربية دائما كتبين باللي هي محيدة دائما هي كتبين باللي موريطانيا الشقيقة ولكن حتى هي الإخوان هي عدوة حتى هي كتكره المملكة المغربية وإحنا ما كنهضروش على الشعب الموريطاني لأن الشعب الموريطاني في الأصل دياله أو في العرق دياله هو شعب مغربي أو يعني من الأصول المغربية كنهضرو على الحكام ديال الموريطانيا هنا إخواني أخوتي المغرب حصلها أو المغرب يعني عقب الألعاب ديالها وهذا موريطانيا اللي كتحسب برازهاب اللي هي دكية ولكن هي أغبة دولة من بعد يعني الكابرانات هنا هاد الدولة ديال موريطانيا اللي هي أراضي مغربية أصلا هي أراضي مغربية والشعب ديالها العلق ديالهم هما مغربة أو من المملكة المغربية واللي حاليا المغرب عقبها ولقاها كتلعب المراه بحيث الإخوان واحد اللي كيحسب رسول رئيس اللي هو إبراهيم الخيس وكي يرسل موريطانيا وكي يقول في هذا المقال أو يعني في هذه الرسالة من رئيس الجبهة الجمهورية السحراوية يعني الجبهة الوهمية ديال الانفصاليين لكي يرسل الرئيس الموريطاني ولد الشيخ الغزواني معتبرا أنه مستعيد لرفع مستوى التنسيق والتعاون مع نواقشوت هنا أخواني أخواتك تنقل بعض التقارير موالية لجبهة البوليزاريو الانفصالية على الرسالة لشلها أو لصفتها الرخيص إلى الرئيس الموريطاني وكي يقول فيها نؤكد إرادتنا الرصخة على الرفع المستوى أو على الرفع من المستوى التنسيق والتعاون القائم بين جمهورية الوهم وانواقشوت بما يخدم السلم والاستقرار الكامل للمنطقة وكذلك يهنؤ بعيد الفطر وكيتمنى لي حياة سعيدة وحياة مالية بالفرح هنا يا الإخوان شنو كي يبنينا أو شنو هو السبب ديال هاد التواصل أكيد أكيد الإخوان أنه مادم كي يهنؤوا على العيد وكي يرسلوا يعني كي يقول كي سيدي بغين يرفعوا المستوى ديال تنسيق والتعاون القائم بين هاد الجمهورية ديال الوهم ويعني وكي يخدموا على الاستقرار والسلم للمنطقة يعني هادو يعني المرتزقة هاد الإرهابيين بغين أو هما اللي بغين يوقفوا على السلم والاستقرار هنا يا الإخوان هاد شي كي يبين المناورات الخابتة ديال الولد الغزواني هاد شي كي يبين بلي ركين تواصل سري بين موريطانيا وهات الجمهورية ديال الوهم وبطبعات الحال بتنسيق أو من طرف الجزائر أو من طرف الكابرانات لتبخين هاد العلاقة يعني العلاقة ما بين موريطانيا وجمهورية الوهم وهنا يا المغرب رح ما كي بغيش النفاق كيفاش هاد موريطانيا أود الغزواني اللي كيقول بلي المغرب أو كيقول بلي المغرب وموريطانيا هما دول شقيقة كيفاش هاد دول الشقيقة كتتكلم مع واحد المنظمة إرهابية على أساس أنها دولة ورخيش كده اللي كيقول لها غدي أم المنطقة والاستقرار ديال منطقة اللي كيبين لنا من الكلم ديال الرخيص أنه تقرصوا بلي هو رئيس دولة وعنده دولة وعنده جيش وعنده مروا الموضوع الثاني كنقولوا لهذا الرخيص في قم القلبارك غير واحد الانفصالي واحد البلطاجي واحد الإرهابي وغد انمروا الصدمات اللي تتوالي على النظام العسكري الجزائري وهاد المرة غدي تجيهم من طاليان من بعد الإخوان ما يعني واحد الأيام قليلة من الجزائر بغا تسبيين راسها بلي هي دولة وعندها حلفاء وكيزورها رؤساء ديال دول أوروبية هنا وقعت واحدd الاتفاقية مع الطليان وهاد الاتفاقية فيما يخص الغاز وبيئة ميناء زهيدا WITH gamma هنا Brown والاتفاقية مع الطليان وهاد شي ضدا في المملكة المغربية ضدا في المصالح المملكة المغربية وكذلك هاد المرة زادت اسبانيا على المغرب وهاد الغاز قد أن تقسو من اسبانيا باش تعطيوه لطبيان و هذا الكابرانات يمكن أن يقوموا بأي حاجة يخرجوا من العزلة اليوم سوف نرى الطليان عن طريق الإعلام تهجم على نظام الكابرانات في مخيمة تندوف هنا اخواني احاوتي الإعلام الايطالي كيتهجم على الكابرانات بما انهم الحاضنين بوليزاريو على ما يفعله النظام في المخيمات تندوف يعني فيما يخص تجنيد الأطفال بحيث نبهت البوابة الإيطالية الشهيرة بإنسايد أوفر إلى ظاهرة تجنيد الأطفال في جنوب الجزائر يعني في تندوف مستنكرة الأوضاع اللي يعيشها هاد الأطفال المحتجزين على خلفية الاختلاص للمساعدة الدولية من طرف البوليزاريو وغادي تشير كذلك هاد الصحيفة الإيطالية إلى عدد من الصور اللي تم نشر ديلها مؤخرا في مواقع التواصل اجتماعي ديال تجنيد الأطفال واللي كتبين باللي عشرة من الأطفال إلى جانب أو ضاع يعني المزرية اللي كيعيشها النساء والأطفال يعني داخل هاد المخيمات ديال الدولي والعال هنا هاد الصحيفة غادي تشير إلى التهديدات اللي غادي تعرفها المنطقة بسبب الأعمال العدائية اللي كيديروها أو لميليشيات البوليزاريو وعبرات على الأسف ديالها من هاد الانتهاكات في حق الحقوق الإنسان وأن الجزائر خصها تحمل مسؤولية ديالها إزاء المجتمع الدولي وهاد المقالر إخوان شنو كيبيين لنا كيبيين لنا باللي العلاقة ما بين الجزائر وإيطاليا ماشي حتلت ما كيبيين لنا باللي وخططت لهم الغاز ولكن طاليان دارت لها أو عططت لها أكبر شمس العشية أو قلبت عليها القفة كما كان قولوا حنايا أو قلبت عليها البردعة هنا إخواني أخواتي الجزائر هذه هي المهنة ديالها الرشاوي الرشاوي للدول باش جيبهم الصفه باش تخرج من العزلة والرشاوي إما عن طريق الغاز وإما عن طريق الشيكات ولكن هاد المرة ما خدمت لها شهاد يعني هاد الخطة وطاليان قلبت عليها وقدرت لها أكبر شمس العشية هنا يا الإخوان كنكون وصلنا النهاية لهاد الفيديو وكنتمنى منكم الدعم لهاد القناة لأن الدوباب الإلكتروني كيدير علينا بلاغات كذبة دعمونا باللايك والبرتاج كذلك الاشتراك والتعاليق الإيجابية وتحية لكم كبيرة وعد مبارك للمرة الثانية عيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية والمغرب الأحرار المغرب أينما كانوا داخل الوطن وخارجه وشكرا للحسن المتابعة شكرا للحضور ديالكم الدائم وشكرا كذلك للتعاليق ديالكم الجميلة والطيفة بحقي جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة